كيف صرت اليوم حبيبتي؟ نيحة أختي بس ما كان القطب هو اللي عم يوجعني بيروح إن شاء الله ورح تتحسني شو ها؟ فتحي يلا عمران بيك هو اللي بعته عمو خليل جابه اليوم حلو كتير ما هيك؟ حلو كتير حلو لما أطلع عنا المستشفى حبي إن يلبسه ورح جبله سكربينة ناسبه بصراحة كنت حبي جبلي كفستان مثله بس ما لقيت من هالموديل مو مشكلة أختي وهات بيجنة حتى لونه كتير حلو لما أطلع رح نقعد بنفس الغرفة ما هيك أختي؟ أي طبعا حبيبتي رح نضل مع بعض وتختك جاهز أختي حكي لي عن الجماعة يعني اللي قاعدين بالقصر أنا حابة أتعرف على الكل هنيك الجماعة منح طيب عمران بيك؟ عمران بيك شوي ما اختلف كيف يعني أختي قولي؟ قاسي وقوي بتحسيه بعيد ما بيحب يقرب على حدا أبدا وقت بتشوفي بتتعرفي عليه وبتفهمي بتتغير نظرتك اي بس أنا ما فهمت شي أبدا ولا يا أميك أنا كمان ما لي فهماني على حالي بس الزلم مليح طيب ومرتو هي كمان مليحة وهي رايقة مو مصدقة يا أمت أتعرف على الكل حبيبتي أنا صار لازم أمشي بدي روح شوف أمي كمان رايحة لعند أمي؟ اي؟ عن جد عم تحكي؟ وأنا كمان اشتقتله ياريت فيني روح شوفا متلك هانت يا روحي أنت يا عم تطيبي وأمي إن شاء الله رح تطلع من هونيك ورح نرجع نعيش كل ياتنا سلمي كتير على أمي كمان بوصيلي إياها طيب يا عمري وأنا برجع مرة تانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر